اذا ابتدي بقى من حتة سمعتها في التقرير مخفتش وانت ولد صغير في مهرجان الكابت محمود الخطيب وانت نازل بتستعرض مهاراتك قدام مئة ألف متفرج من جمهور نادل أهلي لا والله يا كابتن سامق يعني انا كنت جريء شوية وانا صغير في حتة المهارة دي ويمكن انا قبل التراي ماتش في ملعب مختار التيتش يعني يمكن ما كانش حد عارف ان انا هنطق الكورة وبتاعه فجأت انا اصلا من كابتن احمد ماهر يعني يوم التراي اه رحمة الله عليه يعني هو شافني يوم التراي ماتش كنت وراء الجول كان الفريل اول شغال يوم الاربع والماتش كان يوم جمعة في يوم الاربع كانت تراي ماتش واشتغلت بول كنترول كده وراء الجول فالجمهور تفعل معي جمهور الدرجة التالتة بقى انت عارف الجمهور اللي كان بيجي بيحضر في المدرجات كتير فشافوني ان انا عندي مهارة كويسة جدا وبناتطلق الكورة على دماغي وعلى رجلي ففجأت ان كابتن احمد ماهر في اليوم ده نزلني في المباراة وحسيت ان انا طبعا يعني يعني لا ما ما اصرتش معانا الفيديو دلوقتي كان عندك كم سنة وقتها يعني كان عندي تسع سنين بالزبط تسع سنين اه تسع سنين وانزلت بقى كابتن قبل المباراة يعني بعشر دقيقة كده او ربع ساعة كورة عالب على رجلي بحوالي عشرين دقيقة كده ما نزلتش معانا علاقة عاد نزلت في الدايرة في نص الملعب بقى كابتن احمد ماهر بقى frig mansion بقى كابتن أسامة ان انت في مباراة اعتزال نجم كبير اذا كابتن محمود الخطيب تنزلتا عمي العرض فطبعاً يعني ده شرف كبير ليا طبعاً وحاجة بتوضاف للغاية دلوقتي في تاريخي يعني الحمد لله كان فيه بقى كمان بعد يوماتش عدزال كابتن إكرامي دي الحاجة ما قال لأنا مش قادر انساها يعني كنت كنت تخصص مهرجانات ولا عدزانات؟ او والله لا او انا كنت كنت في الأيام دي النادي الآلي دايماً اما فيه مهرجان ولا حاجة بيحاول يعرض المهرات بتاعتي ففجأت برضو ان انا قالوا لي انتالك فكرة كده ما بين الشطين كان يوميا منتخب مصر بيلعب النادي الآلي فنزلت ما بين الشطين يا كابتن أسامة نطقت الكرة كده فيعني دي بقى احسن حاجة حصلت لي في حياتي لقيت كابتن محمود الخطيب بينادي علي قال لي تعال يا حمد فروحت له فقال لي تعال نطق الكرة سوا ودي بقى كانت حاجة بالنزل انا والكابتن اه حتى كان فيه فيديو موجود لحاجة ذاكية فطبعا انا يعني ده شرف كبير ليا طبعا يعني فما بالا زي ما بقول حققتك الناس بتبقى نفسها تشوف كابتن محمود الخطيب فما بالا كان يبقى واقف قدامه بنطق الكرة وانا وهو ودي كانت حاجة طبعا يعني شرف كبير ليا وحاجة عمري ما قدر انساها طبعا ده